هذه أبرز العنوين بعثة المنتخب الكونغو البرازيفيلا تحط الرحال بمدينة أجادير استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي غدا التلتاء رحيل حاكم زياج عن المنتخب المغربي بسبب ما وقع في مباراة زنبيا تفاصيل من داخل المعسكرة تكشف عن الواقع الدولي المغربي أيوبا الكعبي يقترب من الرحيل عن نادي أولمبياكوس اليونانية صوب هذا الفريق الجديد تطور مفاجئ وجديد بشأن مستقبل الدولي المغربي صوفيانا مرابط مع نادي مانشستر يونيتد الإجليزية حطت بعثة الكونغو البرازيفيلا في الساعات الأولى من يومه الاثنين الرحال بمدينة أجادير تأهبا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي برسم الجولة الرابعة من تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكان لعبو المنتخب الكونغو البرازيفيلا قد رفضوا الصفر إلى المملكة المغربية بسبب رفض وزارة الرياضة المحلية تزديد وجبات تذكر طائرة العودة قبل أن يتوجه عشية أمس الأحد صوب المملكة المغربية بعد رد ردخهم للجهات المحلية المسؤولة لمطالب العناصر الكونغولية ومن المنتظر أن يعقد إذا كنا غاطع المدرب المنتخب الكونغولي البرازيفيلا ندوة صحفية يوم بداية من الساعة الصدسة مساء بقاعة ندوة التابعة للملعب الكبير لأجادير للحديث عن مواجهة المغرب غدا للتولتاء وستجرى مباراة بين المنتخبين غدا للتولتاء على أرضية ملعب أجادير الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش في جولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهاية كأس العالم 2026 انتشرت خلال الصعات القليلة الماضية إشاعات متفرقة في وسائل التواصل الاجتماعي حول مغادرة النجم المغربي حكيم زياش لمجموعة وسود الأطلس وذلك عقب الجدل الكبير الذي لحق لاعبي بخصوص عدم رضاه على تغيير الذي ينجره المدرب وليد الرقرقية وحسب الأعلام أنس إزم نقطة عن مصادر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فإن الأخبار الرائجة حول مغادرة حكيم زياش غير صحيحة ولا سند لها وكانت قضية حكيم زياش ويوصف انصري قد أغضبت الكثير من المغاربة والمتتبعين لشأن الرياضي المغربي خاصة أن هذه التصرفات تنم عن فوضى التي من الممكن أن يعرفها مستودع ملابس أصود الأطلس وتؤثر سلبا على مضود لاعبي المنتخب المغربي وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد اجتمعت بكل من حكيم زياش ويوصف انصري صباح يوم السبت الماضي بعد مبارتهم التي كانت أمام منتخب زنبيا في اجتماعهم بالفندق لإقامة الأصود الأطلس حيث أخذوا بعض الحديث بخصوص هذه القضية وقاموا بإنهاء الأزمة بينهم وبين المدرب وليد الرجرقية واعتذروا للعبين والطاقم ولكل مكونات المنتخب على ما بدر منهم في تلك المباراة بعد أن حفر اسمه بأحرف من ذهب كأحد هدى في قارة العجوز قاد فريقه نمبياكوس للفوزي بلقب الأوروباليك ليمنح اليونان أول لقب قاري في تاريخها يبدو أن رحلة تألقه ستستمر مع احتمال اندمامه إلى نادي مارسيليا الفرنسي في بطولة لاليكا هذا الموسم أيوب الكعبي أكدت تقرير الإعلامية الفرنسية الموتوقة أن نادي أونانبياكوس اليوناني مهتم بشدة بضم أيوب الكعبي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل على مستوى الهجوم ومن المتوقع أن يقدم النادي الفرنسي أونانبياك مارسيليا عرضا رسميا للمهاجم المغربي ومهاجم أونانبياكوس اليوناني أيوب الكعبي خلال الأيام القليلة القادمة عقدا مدته ثلاثة مواسم وتشير التقارير الإعلامية إلى أن القيمة السوقية لأيوب الكعبي تبلغ حاليا خمسة ملايين يورو حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام إحصائية اللعبين عبر العالم كشفت تقارير الإعلامية الصحفية اليوم الإثنين عن تطور جديد ومفاجئ بخصوص مستقبل الدولية المغربية سوفيانا مرابط مع إدارة مونشيستر يونيتد الإجليزي بخصوص مستقبله مع الفريق هذا الموسم ووفقا لموقع سبورت سكيدا فإن مونشيستر يونيتد بات منفتحا أمام فكرة شراء عقد سوفيانا مرابط بصفقة نهائية من فيورونتين الإيطالي والإبقاء عليه في صفوف النادي في الموسم المقبل شددت المصادر على أن راحل كريسبو المرتقب إلى أحد الأندية الدورية السعودي دفع مونشيستر يونيتد الإجليزية للتفكير في شراء عقد سوفيانا مرابط بصورة نهائية أوضحت المصادر ذاتها أن إدارة مونشيستر يونيتد الإجليزي تعتقد أن شراء عقد أمرابط مقابل 25 مليون يورو يمثل خطوة هامة لتوفير الأموال التي يمكن اتخاذها لبرام صفقات أخرى أكثر أهمية من مناطق الهجوم والدفاع وكانت دولية المغربية سوفيانا مرابط قد عانى كثيرا مع فريق مونشيستر يونيتد الإجليزي مع بداية الموسم بعد أنه لم يتأقلم مع أجواء الدوري الإجليزي إلا أنه تعلق في آخر أنفاس مباريات الدورية الإجليزية وكأس الاتحاد الإجليزي مما تلقى إشادات كبيرة ومراجعة أفكار إدارة الفريق بخصوص مستقبلها ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا